السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد زيكم. يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله انا هعمل معكم وصفة للطبيض. يعني بتطيض البشرة. يعني ممكن مع الاستمرار طرقتين تفتيح. او كمان هنزيل الشعر النعم. يعني بعد اما نزيل الشعر ممكن يكون فيه شعر لسه نعم موجود او شعر النعم بتاع الوش آآ بيزيل آآ بننشيله. آآ معانا لمونة ومعون اثنان. نجمعنا كده. انا هستعمل حكة حاجة صغيرة خالص. عشان منش محتاجة دلوقتي. وعصر الزمونة. ان هو. نجمع. بعد ما يبقى فيها لمون ومعجون اثنان تبقى يا جماعة الطبقة سميكة كده. ونسيبها تقريبا حوالي عشر دقايق زي كريم وان وكده. نسيبها عشر دقايق وماشى نعمة او منديل نزلها. طبعا يا جماعة لو احنا عايزينها تفتيح بس. لو احنا عايزين الوصفة دي تفتيح نفضل نمشي كده عليها. لو احنا عايزينها تفتيح بس. معجون الاسنان بيفتح جامل. اه واللمون برضو مؤشر طبيعي. اه الوصفة دي ما تنفعش اه للبشرة الحساسة. ما ينفعش للبشرة الحساسة خالص. اه تنفع للبشرة العادية والجفة بس الحساسة بلاش منها خالص عشان اه لو حتى بشرته حساسة ممكن اه الوصفة دي اه تعمله حبوب وتتهبه. عشان وصفة حامية. معجون الاسنان حامي واللمون حامي. وسيجنال. سيجنال هو اللي ينفع للوصفة دي. مش اي معجون اسنان تاني. عشان اه تقيل يعني. من المعجون التاني اي النوع تاني بيبقى اخف من ده بكتير. يعني نشوف بشرته مش حساسة. بس حرقني. فالوصفة دي ما تنفعش للبشرة الحساسة. للبشرة الجفة والعادية. ويا رب الفيديو بتاعي النهاردة هيكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو. وتنسوا تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.